اشتركوا في القناة شخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للارتقاء بالعنصر الشبابي البحريني منذ نشأة الفكرة الإبداعية المتمثلة بمشروع مدينة شباب 2030 كمشروع تحرص على تنظيمه وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين ومؤسسات القطاع الخاص الذي يحظى منذ انطلاقته الأولى برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو يثبت في كل عام أنه إحدى المبادرات الهادفة الرامية للارتقاء بالشباب البحريني من خلال طرح مجموعة متكاملة من البرامج المتميزة الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية كذلك الاحترافية منها والتي تسهم في دخولهم إلى سوق العمل عن كفاءة واقتدار برامج تدريبية نوعية يتم إشراك الشباب فيها تتوافق مع التطورات الحاصلة في مجالات التدريب واهتمامات سوق العمل فهي من تتكفل بخلق جيل مؤهل ومدرب بصورة صحيحة ومرتكز على جملة من الخبرات التي تساهم في سقل شخصيته وإبداعاته بعد انقطاع دام أكثر من سنتين تعود النسخة 11 لمدينة شباب 2030 والتي من المتوقع أن تطل على المستهدفين من الشباب يوم غد ممن تتراوح أعمارهم بين التسعة أعوام وخمسة وثلاثين عاما بحلة جديدة زاخرة بأرقى البرامج والمهارات بنسبة 70% والتي من المؤكد أن تضيف المزيد من التنوع والإبداع لتوفر فرصا تدريبية تصل إلى 2400 منها تخوض في مختلف المجالات لمدة خمسة أسابيع متواصلة وتعتمد على مرتكزات هامة في اكتشاف وسقل وإبراز المواهب الشبابية نهيك عن وجود نخبة من الكوادر الوطنية البحرينية ستعمد إلى نقل خبراتها وتجاربها للشباب والناشئة ومعاونتهم على اكتساب المهارات اللازمة التي تحول الأفكار الإبداعية إلى واقع وهذا ما سيقود نحو تمكينهم من تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس وتوسيع مخزونهم الإبداعي والفكري في نجاح النسخ السابق لمدينة شباب 2030 أسباب بالجملة تقف خلف إتمامها تلك التوجهات المستمرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي ينادي دائما بحتمية الاهتمام بالعنصر الشبابي وتحفيزه وإعداده لإعداد الأمثل ليكون الخيار الأول للتوظيف إضافة إلى تقديم الدعم لبدء مشاريعه الريادية عبر تزويده بالدعم المالي والفني والاستشاري الذي يعزز من قدرته على بناء مشاريع قادرة على المنافسة في سوق العمل